أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنه تم البدء منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي تشهدها البلاد حاليا وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة وهو منعكس أيضا على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به وعوضح مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسبوعي بمدينة العالمين الجديدة الاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب حتى منتصف الأسبوع المقبل لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز وأكد مدبولي أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة أحدث تذأثيرات كبيرة على عدد من الدول المختلفة مشنا للأهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات المختلفة التي من شأنها أن تصهم في ترشيد الاستهلاك من القهرباء بواجه عام وفي الوقت نفسه أقد رئيس الوزراء استمرار الجهود الحكومة لاستكمال تنفيذ برنامج الطرحات الحكومية الذي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية